سأختم بخبر حيئة كبار العلماء تضم حوالي 40 عالم من كبار العلماء 40 عالم دول حيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف على مدار تاريخها 40 عالم من الرجال من الرجال دولهم سلط التشريع بيؤخذ برأيهم بيستشاروا بيفتوا حاجة بهذا الشكل بيجتمع بهم فضيلة الإمام الأكبر شكل الجامع الأزهر يعني ليه امرأة اللافت للنظر نهاية كبار العلماء ما فهمش امرأة واحدة ليه يعني لو انت بتتكلم عن الإسلام الحديث الشهير بتاع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خذوا نصف دينكم من تلك الحميراء وبيشاور على السيدة عايشة رضي الله عنها نهاردة أحد السادة النواب النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب أدم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الفلاني لسنة كذا بشأن إعادة تنظيم الأزهر وكان بيكلم على الخبر ده الإسبوع اللي فات كان بيكلم على أن ضرورة وجود نسبة تمثيل للمرأة في عايك كبار العلماء بنسبة 25% معايا على التليفون عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فضيلة الأستاذ عبدالغاني هندي مساء الفل مساء خير على حضرتك كل السادة المشاهدين أهلا وسائل عندك تفسير إن هيئة كبار العلماء ظلت طول تاريخها لا يوجد بين أعضاءها سيدة أو امرأة يعني هو بس أنا في عندي تصحيح تاريخي هيئة كبار العلماء وانشئت سنة 1911 كان على قد المرحوم الشيخ سيم البشرة عليها رحمة الله وهي استمرت لسنة 1961 لأن صدر قانون 103 سنة 61 فما بقاش في هيئة كبار العلماء كان اسمها جماعة كبار العلماء وبعدين بعد كده بقى في مجمع بحوث إسلامية لحد سنة 2013 انشئت هيئة كبار العلماء اللي هي اشترطت عدد 40 عضل وحضرتك هي الاستغراب مش كده بس هو كمان من سنة 2013 بحد دلوقتي كل أعضاء الهيئة 18 عضو بس يعني هي 40 عضو وأعضاء الهيئة لم يكتملوا لم يكتمل المصاب إلى الآن هم 18 عضو فقط لأن شروط الهيئة حتى بالنسبة للأعضاء الرجال حتى بالنسبة للأعضاء الهيئة كبار العلماء من رجال الشروط طعبة هي بيشترط ان هو يكون عمره 55 سنة في العضو ان هو يكون عنده انتاج علم كبير الانتاج العلم ده اتفقوا في المرة الأولينية ان هو ما يقلش عن 40 مؤلف يعني لأن عضو هيئة كبار العلماء ده يعني بيبقى مكانته هو أكبر هيئة علمية يمكن مش في مصر بس ولكن حتى في العلم الاسلامي كله طب حردك برضو ما يبتليش على السؤال لا ما انا بيوضح لحضرتك فهو ما فيش شروط بتمنع ان تبقى فيه امرأة عشان عشان انا ايه جاعمل تشريع اقول فيه ان تبقى فيه هو ما فيش شروط بتمنع المرأة ان تكون موجودة وعلى فكرة احنا في مجلس النواب فيه اتنين نائبات كانوا عمداء كليات الدكتورة عامنة نصير والدكتورة موجة غالب كانوا عمداء كليات وهم اعضاء في مجلس النواب ويعرفوا الكلام ده كويس هي المشكلة ان شروط هيئة كبار العلماء لان اللجنة تختار عضو هيئة كبار العلماء الشروط صعبة مش فيما يخص المرأة بس حتى فيما يخص اعضاء هيئة كبار العلماء من الرجال وبالتالي لا توجد امرأة مسلمة لها نتاك فكرة اربعين مؤلف مثلا لا هو حضرتك السؤال بقى بكيبقى فيه لجنة اللجنة دي بتتقدم لها اللي عايز يقدم فهيئة كبار العلماء من الاعضاء فبتقدم تقول ان انا عندي الانتاج العلمي كذا وانا مطابق عليها الشروط اللي موجودة فهيئة كبار العلماء لم يتقدم احد ما تقدمش ما اسمعناش مثلا ان فيه استاذة او علمة من العلماء تقدمت فهيئة كبار العلماء فهو الاشكالية مش موجودة عند الازهر احنا بالعكس احنا نتمنى ان تكون العلماء مصر طوله امرأي ممكن حضرتك اشرت كمان بالسيدة عائشة رضي الله عنه وارضادي دي مصر كانت رائدة كان عندنا السيدة ام الخير الحجازية كانت تدرس في جامع عمر بن العصم سنة ربعمية هجريا لكن القضية ان هو من المفروض اللي بتنطبق عليها الشروط سواء كانت علمة او من العلماء ويتقدم لهيئة كبار العلماء لللجنة المختصة بيقول له انا عندي الانتاج العلمي انا مطابق السن لكن ان انا اعمل تشريع اقول في ان فيه كوتا ده مش موضوع انتخابي يعني ده مش امر ده كيان علمي له وقاره العلمي بشكل معين وله مكانة في العالم هو فيه الشروط لو فيها ان يتقدم الرجال هو فقط من حق عضو مجلس النواد الفاضل ان هو يقول ان ده فيه مخالفة للدستور زي الكلام كتير اللي هو بيقوله لكن في الحقيقة هو يسأل لماذا لم تتقدم الاساتذة او العلمات لم يتقدمونا لهيئة كبار والولماء لان مفيش حد منذ ان فتحت الهيئة واعاد فتحها مرة اخرى من سنة 2013 بحد دلوقتي مفيش حد يتقدموا الازهر يعني درس الموضوع بتاعه ورفضوا فهو الاشكالية مفيهاش اشكالية ولا محتاجة ان هو يكون تشرية هي محتاجة ان يبقى فيه تحفيز بالنسبة للعلمات الاستاذ عبدالغاني هندي عضو المجلس الاعلى لشؤون الاسلامية فقرتنا الاخبارية الاولى انتهت هطلع فاصل قصير وبعد الفاصل نرجع ان شاء الله نكمل معاكم ونشوف تقرير عن الامن العام التقرير الاسبوعي ترجمة نانسي قنقر